أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا وزاريا بشأن تنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهدات أجنبية ودولية وذات طابع خاص وذلك داخل مصر ويتضمن القرار والالتزام من قبل تلك المدارس بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال القرار يتضمن كذلك تدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول وحتى الثالث أو ما يعادلهما وذلك فضلا عن التزام تلك المدارس بتدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية من الصف الرابع حتى الصف التاسع